اللي حصل ان المباراة كانت لاربع ليلا اللاربع ليلا المباراة دي كانت موجودة انا كنت موجود في الاتحاد وكانت كابتن مجدى عداني موجود في الاتحاد يمكن انا متفرجش على المباراة نفسها روما ان احنا كنا موجودين في الاتحاد احنا كنا قاعدين في لجنة كان عندنا اكتر من مشكلة بخصوص الرواتب الموظفين وناس زادت وناس ما زادتش كنا عاملين لجنة ومتبعين الماتش كده اول بول ونزلنا ساعة ما بدأت تحصل بقى أحداث ونزل الملعب فنزلت تحت كان الكابتن ماجده حتف القضى اللي تحته وكان فيه اجتمع لاجن شؤون اللاعبين قبلها فنزلنا حتى تابعنا الحدث يمكن أول ما الحدث خلي بالك أنت الناس نزلت الملعب وبتاعه ونتخدت بالك أنه فيه وقت شغب وإحنا بنتكلم وبندردش وبتاعه بعين بدأنا نخرج من الاتحاد كانت بدأت تطلع تتواتر كلام بقى ده فيه اتنين واحد ماد ده فيه اتنين ده فيه ثلاثة يمكن بدأ جمهور كتير يمكن خرجنا من الاتحاد وبدأ ناس تيجي تتوافد عند الاتحاد وعند اللي بيسمع الشائعات كل ده الكلام ده يعني أنت بتكلم في الأربعة ليلا يدوب حصل اتصال بكل الأعضاء فكان فيه مباراة هتولعب تاني يوم وكان فيه سبعين فريق اللي هم خمسة وثلاثين مباراة في القسم التاني هيتلعبوا بقيت مباراة الدول المتاز فكان لازم مبدئيا الأول توقف للدنيا كلها على ما تشوف على ما نعود الصبح وإحنا في الطريق مجتمعين الصبح يدوب أنا كنت وصلت للكابتن سامير كنا عادين راحين نجتمع صباحا أنا يدوب وصلت لكابتن سامير يمكن أنه ما كانتش كابتن حازم هواري نفسه وصل له هو تلت واحد قبل ما الباقي ييجو واسمعناه الدكتور الجنزوري كان في مجلس الشعب قال يعني أنه أعلن الرجل إقالة اتحاد الكهورة فهو أصلا إحنا بالحيناش نععد ودخلنا في موضوع تاني بلتر نفسه كان صباحا كان قبل الموضوع الإقالة كان اتصل بالكابتن سامير زاهر وطلب تقرير عن الحدث